اشتركوا في القناة 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 وبمكوناتها وكيفية استغلالها وحمايتها وتصحيح سلوكنا تجاهها اذا نعود نقرأ هذه العبارة ونطلب من فاطمة تقرأ لنا العبارة فضلي فاطمة نعم أستاذ التربية البيئية هي توعية الناس بأهمية البيئة في حياتنا وبمكونتها وكيفية استغلالها وحمايتها وتصحيح سلوكنا تجاهها جيد تبارك الله عليك فاطمة اذا من خلال تذكرنا لهذا الموضوع هذا تكون فيكم اللي قدر يعطينا شي رسالة مختصرة تكون حول البيئة والأهمية ديالها باش نعطوها المستفيدين والمتتبعين ديالنا نعم نشوفو أمينة تفضلي تفضلي أمينة نعم أستاذ بيئتنا حياتنا فلنحافظ عليها جيد بيئتنا حياتنا فلنحافظ عليها رسالة جميلة تبارك الله عليك نطلب منكم الآن تاخدوا الألواح ديالكم وتحاولوا تكتبوا هذه الرسالة باش سادى المشاهدين والمشاهدات كذلك اللي كيتابعونا يشوفوا هذه الرسالة ويكتبوا واحدا ومع الألواح ديالهم لأنها رسالة جميلة ومختصرة بيئتنا حياتنا فلنحافظ عليها جيد إذن نشوف الألواح ديالكم اللي انتهيتو أرفعوا الألواح نشوف كتابتكم لهذه الرسالة الجميلة نعم أسيا أحسنتي بشرى جيد بارك الله عليك كذلك أمنا بيئتنا حياتنا فلنحافظ عليها نعم نعم فاطمة جيد بيئتنا حياتنا فلنحافظ عليها نعم نتبهي عليها نزيتي لياء بالسكون فاطمة حاولت صحي عليها نعم شوفوا أمنا كذلك بيئتنا حياتنا فلنحافظ عليها جيد تبارك الله عليكم إذن نشوف تسحة ديال فاطمة أحسنتي فاطمة إذن الياء وعندها السكون جيد إذن من بعد ما اكتبتو هذه الرسالة هذه جميلة سنشوفها جميع على الشاشة إذن لاحظوا معي الشاشة بيئتنا حياتنا فلنحافظ عليها إذن نعاود نطلب من فاطمة تقرأ لنا الرسالة تضلي نعم أستاذ بيئتنا حياتنا فلنحافظ عليها جيد تبارك الله عليك إذن هذه الرسالة اللي خرجنا بها من خلال الموضوع ديال بيئتنا حياتنا وإذا تذكرتو في الحلقات اللي فاتت ديال بيئتنا حياتنا كنت تعرفنا على واحد الآية كريمة رطلناها وحفظناها وكذلك شفنا المعاني ديالها إذن شكون فيكم اللي تقدر تصدهر لي هذه الآية نعم أسيات فضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وعنزل من السماء ماء فأخرج به من التمرات رزقا لكم وصخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وصخر لكم الأنهار خذك الله العادي أحسنت أسية قراءة جميلة إذن نشوفوا الآن هذه الآية على الشاشة ونعود قراءتها يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ إذن هذه الآية التي تعرفنا عليها خلال موضوع بيئتنا حياتنا وهي الآية 34 من صورة إبراهيم كيفما يظهر على الشاشة إذن الآن من بعد ما تذكرنا جميع الموضوع ذي البيئتنا حياتنا وشفنا المضامين دياله وكذلك خرجنا بواحد رسالة مختصرة ثم قرنا الآية 34 من صورة إبراهيم الآن غد نمرو الموضوع الثاني اللي هو إدارتنا في خدمتنا إذن هذا هو الموضوع اللي تعرفنا عليه إذن شكل اللي ذكرنا بالعناوين دياله أو المضامين دياله نعم شوفوا بشرة نعم أستاذ تعرفنا على الإدارة والأهمية ديالها في حياة المواطنين جيد تبارك الله عليك بشرة إذن نشوفوا شيء إضافة أخرى عند أمينة تفضلي أمينة نعم أستاذ الإدارة تتقدم لنا تتقدم مصالحنا تتقدم لنا خدمات في مجالات مختلفة جيد تبارك الله عليك أمينة وفي نظركم أشنا هي مقويمات الإدارة الناجحة وهذا شيء كنت تعرفنا عليه في هذا الموضوع هذا نعم نشوفه فاطمة تفضلي نعم أستاذ هي الإدارة اللي عندها تغطية التدبير الجيد وكتواصل زيان مع الناس وتسهل لنا المساطير والإجراءات الإدارية جيد فاطمة تبارك الله عليك نشوفه هذه الخلاصة على الشاشة الإدارة العمومية مؤسسة ذات صبغة عمومية هدفها تقديم خدمات للمواطنين بالمساواة ودون تمييز في جميع مجالات الحياة العامة إذن هذه هم الخلاصات اللي خرجنا بهم من خلال موضوع ديال الإدارة العمومية نطلب من أسية أنها تعود لنا تقرأ تفضلي أسية أعيد القراءة نعم أستاذ الإدارة العمومية مؤسسة ذات صبغة عمومية هدفها تقديم خدمات للمواطنين بالمساواة ودون تمييز في جميع مجالات الحياة العامة أحسنت يا أسية تبارك الله عليك إذن كان هذا هو موضوع الثاني ديالنا في هذا المساواة هذه اللي هو إدارتنا في خدمتنا الآن غادي نمروا لموضوع الثالث وبغيتكم تذكروني بالعنوان دياله نعم نشوفوا بشرة تفضلي التربية المالية اللي تعلمنا فيها أهمية تخطيط في تدبير ميزانية ديالنا جايد بشرة تبارك الله عليك هذا الموضوع الثالث ديالنا اللي هو تربيتنا المالية وكيفاش أعزائي ممكن ننضم الميزانية ديالنا نعم نشوفوا أمينة تفضلي أمينة نعم أستاذ خاصنا ننضموا الإنفاق ديالنا نحددوا المداخل ومصارف ديال الشهر وننفقوا بتوازن نخلوا دائما واحد الجزء من المدخول للدخاء جايد تبارك الله عليك أمينة فعلا كنت تعرفنا في هذا الموضوع والمداخل والمصاريف ديالنا وكذلك في التربية المالية ماشي كتقتاصر فقط على المصلاحة الشخصية ديال الإنسان ولا ديال الفرد بوحده ولكن التنظيم والتخطيط المالي كيعود علينا بالنفع سواء كنا أفراد أو حتى على المجتمع ككل إذن نشوفوا هذا الخلاص على الشاشة التربية المالية هي معارف مالية تكسبنا التنظيم والتخطيط في التدبير المالي لتحقيق الموازنة بين المداخل والنفقات إذن نعود نطلب من خديجة تعودين القراءة التربية المالية هي معارف مالية تكسبنا التنظيم والتخطيط في التدبير المالي لتحقيق الموازنة بين المداخل والنفقات جيد خديجة تبارك الله عليك إذن الآن نطلب من أمينة تعيد القراءة تضلق أمينة التربية المالية هي معارف مالية تكسبنا التنظيم والتخطيط في التدبير المالي لتحقيق الموازنة بين المداخل والنفقات جيد أمينة تبارك الله عليك إذن هذا هو الدرس تربيةنا المالية التي تعرفنا فيه طرق وأساليب تخطيط والتنظيم في التدبير المالي باش وكيفاش نحققه أيضا الموازنة ما بين المداخل دينا وما بين النفقات والمصاريف إذن نشوفوا الآن الموضوع الرابع الذي كنا تطرقنا له شكرا لذكرنا بعنوان دي الموضوع الرابع في المصوغة الرابعة نعم شوفوا أسية تفضلي أسية نعم أستاذ أنشطتنا المهنية جيد تبارك الله عليك وشكرا لذكرنا بأهم الأفكار اللي شفناها في هذا الموضوع ديال أنشطتنا المهنية إذن شوفوا بوشرة تذكرنا نعم أستاذ عرفنا اشنا هو النشط المهني هو لكي يقوم به الإنسان بيسماده على المعارف والمهارات دياله جيد بوشرة تبارك الله عليك وشني الأهمية ديال هاد النشاط المهني في حياة الإنسان نعم يحقق لنا المدخول المادي والاستقلال الذاتي جيد أحسنت أمين وكذلك تعرفنا في هذا الموضوع ديال أنشطتنا المهنية أن النشاط المهني أعزائك يحقق لنا تنمية المجتمع ككل ما شغل الأفراد إذن نشوفوا الآن هذه الخلاصة اللي غد يظهر أمامنا على الشاشة تتجلى أهمية الأنشطة المهنية في تحسين المدخول الفردي تحقيق الاستقلال الذاتي ثم الإسهام في تنمية المجتمع إذن هذه الخلاصات اللي خرجنا بهم من خلال هذه المدخلة ديالكم وغد نطلب من أمينة أنها تعيد لنا القراءة تفضل أمينة نعم أستاذ تتجلى 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 أهمية الأنشطة المهنية فيه تحسين المدخول الفردي تحقيق الاستقلال الذاتي الإسهام في تنمية المجتمع جيد أمينة تبارك الله إذن تحدثنا من قبل على أن هذه الأنشطة المهنية ما تتجلى أهميتها فقط بالنسبة للأفراد وإنما تخطاها كذلك إلى إسهامها في تنمية المجتمع ككل تبارك الله لكم إذن الآن من بعد هذه المناقشة وهذه التذكير بمضامين الموضوعات اللي عندنا في هذه المصوغة غد نبدأ وعلى بركة الله الأنشطة ديالنا التعليمية التعلمية الخاصة بهذه الحلقة هذه إذن غد يتلاحظوا معي جميع واحد النص اللي غد يظهر أمامنا على الشاشة وقد نقرأ النص الغابة مجال طبيعي يحمي التجمعات السكنية من التلوث ويلطف المناخ ويحافظ على الطبيعة ويوفر مصادر الغذاء النباتي والحيواني فلنبادر إلى حمايتها والاعتناء ذها إذن من بعد قراءتنا لهذا النص هذا اللي بطبيعة الحال كلكم عفتوا عليه كي يتكلم سنعود نطلب من أمينة تعيدنا قراءة النص تفضلي أمينة نعم أستمر الغابة مجال طبيعي يحمي التجمعات السكنية من التلوث ويلطف المناخ ويحافظ على الطبيعة ويوفر مصادر الغذاء النباتي والحيواني فلنبادر إلى حمايتها والاعتناء بها جيد أمينة بالأشجار ويحمل كذلك مجموعة من نباتات ويحافظ فيها العديد من الطيور والحشرات والحيوانات كذلك وبطبيعة الحال المناخ والطربة وموارد المياه هي اللي كتحدد هذه الأنواع ديال النباتات والحيوانات اللي كتعيش وسط الغابة إذن وشكينا شي كلمة أو عبارة اللي قرناها في النص اللي مازال تحتاج لشرح أو توضيح نعم شوفوا بوشرة نعم أستاذ ما فهمش مزيان تجمعات السكنية والغيطاء النباتي والحيواني جيد إذن عندنا جوج ديال الجمال أو العبارات تجمعات السكنية إذن شكو اللي قدر يعطينا شرح ديالها العبارات هذه تفضلي أمينة نعم أستاذ تجمعات السكنية هي المناطق التي في السكن أما الغيطاء النباتي والحيواني تنظم أن الغابة تعطينا التمار وكين الغابة اللي فيها الحيوانات نعم جيد أمينة تبارك الله عليك إذن تضح لك الأمر ده ببشرة نعم أستاذ جيد إذن التجمعات السكنية أعزائي هي مجموعة من المباني المعدة للسكن والعبارة الثانية اللي هي الغذاء النباتي والحيواني فالغابة كتعطينا مجموعة من ثمار والنباتات اللي في الغابة هي غذاء للإنسان وحتى البعض الحيوانات اللي كتعيش فيها نشوفه الآن فاطمة إلا عندك شيء إضافة أخرى نعم أستاذ بحال لغابة معمورة اللي معروفة بالبلوط فعلا تبارك الله عليك غابة معمورة من أهم غابات البلوط الفليني على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط إذن غدي نخليكم الآن مع واحد المشهد اللي كيتكلم لنا على غابة معمورة اللي كنا كنا نعرفها إذن تابعوا معي هذا المشهد على الشاشة اللي كنت recountودي اشتركوا في القناة إذن من بعد هذا المشهد اللي تابعناه جميع واللي كيتعلق بالغطاء النباتي غدي نشوفوا الآن مشهد آخر واللي كيتحدث لنا على الغابة باعتبارها مجال واللي كتعيش فيه مجموعة من الحيوانات وعلى سبيل المثال غدي نشوفوا المشهد اللي كيتضمن القرادة وهما كيعيشوا في الغابة لاحظوا معايا المشهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن كيفما تابعنا في المشهد الثاني شفنا قرادة اللي كتعيش في الغابة وكيف نعرفوه كينا أنواع أخرى من الحيوانات اللي كتعيشتها هي فهذه الغابات هذه مثلا عندنا الطيور والعصافير ومجموعة كذلك من هذه الأنواع هذه واللي غدي نشوفوها الآن على هذا المشهد هذا اللي كيتضار على الشاشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن أعزائي من بعد تتبعنا لهذه المشاهد بالثلاث واللي كتكلم عن الغابة وعلى المكونات ديالها والحيوانات والطيور اللي كتعيش فيها غدي نرجعوه الآن للنص النص اللي قرناه من قبل وغدي نطلب من أسية تقرأ السؤال الأول المرتبط بهذا النص هذا تفضلي أسية نعم أسيد أجيبه أذكره فوائد الغابة انطلاقا من النص جيد تبارك الله عليك إذن هذا هو السؤال الأول نطلبه الآن من البشرات يعيد قراءة السؤال الثاني أبين عمليا كيف أحمل غابة جيد تبارك الله عليكم بشراء إذن هدوما السؤالين المرتبطين بهذا النص اللي قرناه من قبل وشفنا شرح الكلمات والمفردات اللي فيه الآن غدي نبدأ بالسؤال الأول أذكر فوائد الغابة انطلاقا من النص اللي قرناه إذن من خلال النص غدي تعتوني فوائد الغابة نعم نشوفه مع أمينة تفضلي نعم أستاذ الغابة تتحملنا تجمعات سكنية تلوث جيد أمينة تبارك الله عليك فعلا لأن هذه الغابات هذه كتساهم في تقليل من تلوث الهواء وكتقلل لنا كذلك حتى من الضجيج ومن الضوضاء نعم نشوفه إضافة أخرى فاطمة ممكن تضيفي لنا شي حاجة أخرى نعم أستاذ الغابة كتساهم في تلطيف الجوة كتجعلهم معتال لما هو حر بزاف ولا برد بزاف جيد فاطمة تبارك الله عليك فعلا حيث الغابة أعزائي كتساعد على تلطيف المناخ وكتنقل لنا كذلك الهواء لأن عندها ضور كبير في استهلاك غازات ثاني أكسيد الكربون كيفما كان عرفوه وبالمقابل الغابة كتنتج لنا الأكسجين اللي هو ضروري للحياة نعم نشوفه الآن أسيا عندك إضافة أخرى نعم أستاذ بحل يشفنا من قبل أنها من مصادر الغذاء النباتي والحيواني جيد بارك الله عليك أسيا إذن من الأهمية للغابة نقدروا نستخلصوا أننا عندها فوائد كثيرة في حياتنا شكل يعطينا شيء أمثلة على هاد الفوائد اللي كنستفدوها من الغابة نعم نشوفه بوشرة نعم أستاذ الغابة كتعطينا الخاشب اللي كنستعملوه في مجموعة من الأمور بحل تدفئة وصناعة الآتات والتزيين ومصدر الفهم جيد بوشرة تبارك الله عليك فعلا إذن ممكن نقوله أن الغابة عندها واحد دور اقتصادي كبير حيات كتمدنا بجموعة من المواد اللي كنستعملوها في الصناعات بشكل مباشر بحل الأثاث كيف ما قالت بوشرة أو لا عن طريق تحويل بحل صناعة الورق وغيرها من الصناعات اللي كنستفدوها من الغابة نعم إذن خديجة عندك إضافة أخرى نعم أستاذ من فوائد دي الغابة كتحافظ لنا على الحيوانات جيد بالفعل الغابة كتحافظ لنا على مجموعة من الحيوانات اللي كنا شفناها في المشهد اللي ممكن تنقرض في غياب وجود هاد الغابات هادي إذن من غير هاد الفوائد واش كين نشي فوائد أخرى اللي ممكن نستفدوها من الغابة فاطمة نعم أستاذ الغابة أيضا مكان مناسب للتنزه فأغلبية دي الناس سيمشيوا مرة مرة الغابة باش تنزهوا جيد فاطمة تبارك الله عليك الغابة أعزائي هي واحد المصدر للمتعة والاستجمال بالجو ديالها الهادئ والمناظر جميلة وكين اللي كي يستغلها في الرحلات وفي التخيم وكين اللي كي يمشي لها لممارسة الرياضة إذن حاول نجمعوا هاد الأفكار كلها اللي تدولناها وغد نقرأها فهاد الخلاصة اللي غد يضر أمامنا على الشاشة إذن نقرأ وانتبهوا معايا من فوائد الغابة فوائد اقتصادية توفر مواد استهلاكية ومواد دخام قابلة للتصنيع ومن في الفوائد كذلك فوائد بيئية مثلا تنقية الهواء بأخذ ثاني أكسيد الكربون وإطلاق غاز الأكسجين ومن بالفوائد أيضا المحافظة على الأحياء البرية المهددة بالانقراض ثم كنلقوا أيضا فوائد ترويحية بحلاش مجال للاستجمام والتخييم وممارسة الرياضة إذن من بعد ما قرنا هذه الفوائد اللي تدولناها جميع وعطيتها لي من خلال الملاحظات ديلكم والمناقشة ديلكم غد نطلب من آمنا تعيدنا القراءة نعم أستاذ من فوائد الغابة فوائد اقتصادية توفر مواد استهلاكية ومواد دخام قابلة للتصنيع فوائد بيئية تنقية الهواء بأخذ ثاني أكسيد الكربون وإطلاق غاز الأكسجين فوائد ترويحية نعم تبي بقي لك واحد الفوائد أخرى في الفوائد البيئية المحافظة المحافظة على الأحياء البرية المهددة بالانقراض جيد تبارك الله عليك فوائد ترويحية مجال للاستجمام والتخيم للاستجمام للاستجمام والتخيم وممارسة الرياضة جيد تبارك الله عليك أمينة إذن هده هما الفوائد اللي تحدثنا عليهم على الغابة اللي كتعود علينا بالنفع من خلال فوائد اقتصادية فوائد بيئية وكذلك فوائد ترويحية الآن غدي نسولكم سؤال اللي هو عشنا هو واجبنا تجاه هاد الغابة هادي من بعد ما تعرفنا على الفوائد ديالها نشوفو بوشرة جاوبنا نعم أستاذ خاصنا نحميوها ونحافظو عليها وإلى مشينا الغابة ما نشعلوش فيها العافية ومرموش فيها النفايس ومنقطوش الأشجار جايد بوشرة تبارك الله عليك نشوفو أمينة عندك إضافة أخرى أمينة نعم أستاذ الحفاظ على الغابة خاص زيادة في زيادة الأشجار والبتعادة على الرأي في الغابة جايد تبارك الله عليك إذن خاصنا نزيده في غرس هذه الأشجار ونبتعده كذلك عني الرأي الجائر في الغابة وكذلك أعزائي لازم تكون مجموعة من القوانين اللي غادي تسن باش تحافظ لنا واتنظم كذلك الأنشطة السياحية اللي كتكون في الغابة باش نتجنبوا إلحاق الأضرار بها وكذلك بالأسباب دي المخلفات اللي كيخلوها الزوار دي الغابة وإلحاق الأضرار بالنباتات والحيوانات اللي في الغابة وكذلك خاصنا قوانين اللي كتمنع المشاريع الصناعية قرب الغابات خاصة اللي كتسبب في التلوث باش نتجنبوا الأضرار اللي كتلحق هاد الغابة إذن هاد الأفكار كلها اللي تدولناها خلال المناقشة ديالكم غد نجمعوها وغد نقرأوها كخلاصة على الشاشة إذن تبوا معي طرق حماية الغابة حماية الغابات من الحرائق تشجيع عملية التشجير حماية الغابة من الرعي الجائر ثم من طرق ديال حماية الغابة كذلك عندنا منع إقامة المشاريع الصناعية المسببة للتلوث قرب الغابات إذن من بعد ما قرنا هاد طرق اللي ممكن نديرها باش نحمي الغابة غد نطلب من خديجة تعيد قراءتها تفضلي خديجة طرق حماية الغابة حماية حماية الغابة حماية الغابات من الحرائق تشجيع عملية التشجير حماية الغابة من الرعي الجائر منع إقامة المشاريع المشاريع الصناعية المسببة للتلوث قرب الغابات جيد تبارك الله عليك خديجة إذن كانت هذه من بين الطرق اللي ممكن نحميه بها الغابات وإلا راكي نطرق كثيرة إذن لآن قبل ما ننهيو الحلقة دي اليوم غد نطلب منكم أنكم نجزوا واحد الواجب المنزلي اللي غد يظهر أمامكم على الشاشة إذن لحظوا معايا نقرأ الواجب أكتب جملتين وعبروا من خلالهما عن حبي للغابة وحرصي على سلامتها إذن المطلوب منكم من خلال هذا الواجب هو أنكم تكتبوا في البيت ديلكم جوج ديال الجمال بتعبيركم الخاص وتعبروا فيهم على حبكم للغابة كيفاش تبغيوا أنتما الغابة وكذلك كيفاش تحرصوا على السلامة ديالها إذن أعزائي بهذا الواجب المنزلي غد نختمو حلقتنا اليوم وكنتمنى أنكم تنجزوه في البيت ديالكم باش نصحوه في الحلقة المقبلة بإذن الله ومن الأحسن أعزائي أنكم تخدموا هذا الواجب المنزلي بشكل ثنائي حسب الاختيار ديالكم باش تناقشوا الأفكار اللي فيه وتغنيوا التعلمات ديالكم كذلك أعزائي الآن ما بقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في حلقة مقبلة بإذن الله ما تنسوش تشاهدوا بتهاد الحلقة على قناة السادسة أو على الرابطين الإلكترونيين اللي كيظهروا أمامكم على الشاشة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته